اشتركوا في القناة في هذا المقطع الجميل نحاول أن ننور أصحاب القسائم حاليا الآن اللي فاتم هذا المقطع إن شاء الله ما رح يفوت على اللي مقبلين على بناء قسائم خاصة في مدينة المطلع وفي مدينة جنوب عبد الله المبارك وجنوب سعد العبد الله المقطع هذا مهم جدا لأصحاب القسائم الذين تم استلام الرخص البناء في الآوينة الأخيرة لذلك وجب التنبيه عليكم وأعطائكم بعض الفوائد اللي تحميك بإذن الله من تلك الشركات اللي تنصب على معظم الناس واللي حصلت معاي لكن في جزئية معينة سأخبركم بها وهي قصتي في أمريكا من تلك الشركات النصب وأيضا في الكويت نأتي أولا وباختصار سريع عن موضوع التسليم على المفتاح أو شركات النصب اللي يعني إلا ما رحمه ربي هناك شركات قيد الإنشاء جديدة كما نزلت في مقطع سابق مع الأخ الصالح وتكلم عن تسليم على المفتاح لكن هنا في هذا المقطع راح أحط لصتي مع أمريكا شركات النصب اللي من سنة تسعة وتسعين يعني ألف وتسعمية تسعين وحدثت في الكويت بعد عشر سنوات يعني الكويت يأخذون شيء المزين لما يصير في أمريكا وفي دول ثانية طبعا الشيء المزين ويجيبون عندنا في الكويت هنا ويتلفون يعني أدمغة الناس عن طريق لازم زوج تكتجي وياي أعتقد فهمت المقطع لذلك الآن سنتطرق إلى صلب الموضوع تسليم على المفتاح كأنك سلمت رقبتك للشركة وخضعته تحت بنود طبعا صعب أنك تقرأ البنود أوراق كميات كبيرة وفيها كل شيء ضدك كما عندنا في وزارة الأشغال أيضا المقاول لما ييجي يعرف أن كل شيء معه مهما يصير عندك واسطة راح يصير الشيء معاك طبعا إلا ما رحم ربي لذلك يا أخوان التسليم على المفتاح أوراق كبيرة إذا أنت تبي تسلم رقبتك للشركة لازم تأخذ الأوراق أو العقود أو البنود اللي يعطونك إياها تدرسها بإمعان وإليت إذا أنت مما لا شك به تبي تأخذ تسليم على المفتاح تروح المكتب محامي مختص في الأمور هذه وتقول له اشراك في البنود هذه ضدي أو معي طبعا مستحيل تصير معك لأن الشركة على المفتاح راح تعطيك سعر خيالي سعر نازل جدا يعني أقل أقل المتر ما يطلع أقل من 100 دينار لذلك يصير السعر رخيص في أثناء التسليم على المفتاح يا أخوان أمور كثيرة في النهاية يعني مستحيل يا أخي لما يجيك عندك عندك بنود كثيرة في القسيمة أعمال المساح أعمال الخرسانات الخرسانات تطلب مثلا 300 كي يجيب لك خرسانة إيرانية أنتو ما تقدر تشوف طبعا الناس الجدد ما ينتبه مثلا أنت مثلا ما تدريش يصابها تبقي خرسانة وخلاص يجيب لك خرسانة صبة محلية طبعا هذه مرفوضة طبعا من البلدية ومن هاي العملسكان كله كله الخرسانة اليدوية اللي هي الإيرانية هذه مرفوضة بتاتا لأن الخرسانة الإيرانية يا أخوان شلون السمنت يخلطون سمنت مع الرمل ومجرد المكينة خلطة وحدة شال نزل وراح ما يمدي ذو بالسمنت مع الرمل ومع الصلبوخ أنا أبيلكم يعني السمنت مع الرمل الشاي الشاي الحوس لما تحط السكر وما تحوسه عدل وتشربه على طول راح تحسنه فيه مرارة أيضا خلطة الخرسانة الإيرانية ما يمدي ذو بالسمنت مع الرمل شاله وقطه فوق وغرف شيل وغرف فهذه طريقة مو صححة هنا أيضا في دول العالم كلها ما حد يستخدم الخرسانة هذه اللي يسمون الخرسانة الإيرانية لازم الخلاطات الخلاطات هذه فيها مواد يحطونك إياها طبعا المواد هذه اللي يحطونها مع الخرسانة الخلاط يا إن على حسب الأجواء الجوية مثلا عندك في أمطار راح يحط لك مواد سريعة الشك عشان الخرسانة تصلب بسرعة وإذا الجو بارد يكون يقللوا نسبة المواد الكيميائية اللي تسرع من عملية الشك اللي يعني تخليها تفاعل بسرعة وتكون جاهزة لذلك أمور كثيرة يجهلها كثير من الناس في الخرسانة الإيرانية والخرسانة الجاهزة الخرسانة الجاهزة أفضل الموجود لذلك بعض الشركات التسليم على المفتاح يعني أنت ما تعرف أنت إنسان جديد مستهلك جديد أو أنت صاحب قسيمة جديد ما تدريش ما تعرف شنو معناتها 250 كي 300 كي لذلك لا تقلق في الجزئية هذه المكتب الهندسي طبعا كاتب الأسقف العادية 250 والأعمدة والجسور 300 فلا تقلق في الجزئية هذه لكن ربما بعض المكاتب الهندسية فيه تقاعس بعض المهندسين الإشراف على البيوت أو القسايم يكون يتأخر أو شيء أو يكون مهمل وهذا تحصل ترى فأنت لازم تكون عندك خبرة أو عندك معلومية أن الخرسانة فيه خرسانة مقاومة للأملاح أي شيء مدفون تحت الأرض على طول مقاومة للأملاح القواعد الأعمدة ما تقل عن 300 كي قوة الخرسانة 300 كي يبقى الأسقف 250 كي طبعا فيه ناس يزيدون ما يزيدون هذا راجع لك و هذا مكلف عليك إذا أنت بتحاول توفر تستطيع توفر في الخرسانة الخرسانة يعني يمكن ربما يقول واحد يا أخينا البتن المكعب فرق 3 دنانير أو 4 دنانير لكن لما تسوي البيت كله يطلع فيه ألف دينار والألف دينار هذه قلنا لكم تحتاجونها فيما بعد في التشطيبات لأن التشطيبات مهلكة التشطيبات ما تتحمل توصل المرحلة هذه توقف البيت لكن الهيكل الخرسانة الأسود هذا ولا شيء 40 ألف 50 ألف ولا شيء لذلك الشركات ممكن تتلاعب بالطريقة هذه تجيب لك خرسانة إيرانية بدلا ما تجيب لك خرسانة جاهزة في النهاية تفاجئ أنه في بنود العقد خرسانة إيرانية و أنت ما انتبهت طبعا هذا ما تتعرف لما تكون خلاص تشوف اللي حواليك قاعدين يبنون و خلطات جاهزة و أنت الوحيد اللي بيتك مثلا خرسانة إيرانية هذا بعض الشركات يعني مو كلهم يعني مستحيل يعني بس قليل قليل في شركات لازم تحترس من الموضوع هذا خلصا من الموضوع هذا أيضا تجيك الشركات التسليم على المفتاح تقول لك مثلا يطيح لك من سعر البيت يقول لك مثلا سبعين ألف ثلاث دوار سرداب مثلا مثلا على سبيل الممثال يعني عشان ما يتزعل الشركات أنا هنا في مقطع هذا المقصد مني تنوير الناس المساكين اللي على باب الله ما يفهمون شي في البناء نحاول ننورهم ولا نطعن في الشركات الشركات على العين مراس في الشركات كبرى في شركات تسليم على المفتاح وحسب شروطك الشركات ترتفع لكن في بعض الشركات هذه المتملقين اللي حاولون يمسكونك لقمة سائغة عندهم هاي حاولون يطيحون في الشخص المسكين على النيات وحرق فيه يجيك مثلا يقول لك مثلا عرسة بالمثال الحين المدعوم يعطونك ثلاثين ألف دينار قيمة ثلاثين ألف دينار يجي يقول لك تبيني أنا أزلك في القسيمة أخذ منك المدعوم مجاني فأنت توافق على طول تسليم على المفتاح مثلا سبعين ألف ثلاثة دوار مثلا أو ثلاثة دوار ستوافق فإنه هو المستفيد الشخص هذا لما يأخذ صاحب الشركة لما يأخذ المدعوم هذا المدعوم هذا جديد أولا منتج كويتي الحديد التسليح منتج كويتي أفضل وأجود نوع في حديد التسليح واللي أصلا كل كويتي ما يشتري غيره الحديد الكويتي بدأ عادي برقم واحد مثلا يأخذ الحديد المدعوم هذا أنت الآن نازلت عن ثلاثين ألف دينار المدعوم يأخذ منك المدعوم هذا يعطيك استبدله مثلا في حديد وبطقة يعني يعطيك درجة ثانية غير الكويتي وربما يعطيك حديد عنده في المستودع يروح يأخذه يجيبه لك ويأخذ الجديد اللي ما أخذه منك يأخذه يوديه حق مثلا قسيمة ثانية فيكون تخيل حديدك المدعوم يروح لك شخص ثاني متنفذ وانت يعطيك الحديد اللي مخزن صار لسنة يكون مصدي وانت ما تدري طبعا طبعا الحديد لازم يكون نظيف وإذا بتعرف الحديد نظيف يبين المصدي رح يصير لونه برتغالي لذلك هذا يعني أنا ما أقدر رح يصير الآن تأخر فيما أنا قاعد أتكلم ما بي المقطع يزيد أكثر من عشر دقائق هذا شي يسير لذلك نتطرق إلى الآن قصتي مع أمريكا ثم بعد الكويت قصتي مع أمريكا بدت كنت عايش في ولاية وست برجينيا كنت أدرس دراستي في أمريكا وست برجينيا سنة 99 بالصدفة شركة جت وعطتني سعر طبعا سعر غالي بس كانت بهذاك الوقت أدرس مفاضي فعطوني سعر حلو والدزني مع الفنادق ومع إيش كل شي ب700 دولار تقريبا ما أذكر فلما رحت هناك الفلوريدا أبي والدزني أبي الفندق هذا طبعا رحت وصلت في فلوريدا متأخر الرحلة كانت 30 ساعة من وست برجينيا إلى فلوريدا كانت 30 ساعة فريحت في ولاية جاكسونز فيل بينها وبين أورلاندو اللي هي فيها والدزني فرق يعني تغريبا ساعة الأربع فأبدور فندق المجاني ومسوي أنا مسوي إياهم شركة عقد مع الفنادق والدزني مع الفنادق فتخيل رحت سكنت بدلا ما أسكن فندق مجاني رحت سكنت فندق على حسابي ليش؟ لأن الشركة تقول لازم تمرني في المركز المعين ولازم أسوي وإياك لقاء اللقاء طبعا هذا إيش؟ أنك مثلا شرائك نعطيك عرض حق منتزه بالسنة لك حق سكن أسبوع وإذا ترحل الأسبوع السنة الثانية يصير أسبوعين عمليات نصب واحتيال فكان هذا شرطهم أني لازم أكون أمر المركز ما لهم هذا مركز المعلومات وبعد ما أخلص المقابلة وأقولهم والله رافض عرضكم يقول تفضل هذا كوبونات حق الفندق اللي راح تروح لمجاني معناه ولما رحت الفندق وسألت طلع يقول بالعكس لو جاي أنت بروحك الفندق أرخص نص القيمة من تلك الشركة فهذه شركة نص باحتيال حصلت معي لكن نص ببسيط على البسيط يعني ما يكلف شيء لكن حسيت فعلا لأنني أنا كنت مبتعث والفلوس يعني أمي الدولار تأثر علي لأنني كنت طالب مغترب وهناك أمريكا الشغلهم غالي بعد عشر سنوات من تسعة وتسعين إلى الفين وتسعة يا جماعة أو الفين وسبعة يا الفين وسبعة أو الفين وتسعة جاء واحد من الملاك في الكويت وكلكم تعرفون عندها هذه الشركة نفس طريقة أمريكا شوفوا شون ما يأخذون الشيء اللي مزين شيء زين يطنشونه فسبحان الله كثير من الكويتين هنا صار للمربع سنين يشتغلون في الكويت كثير من الناس مساكنين خدعوا وقعوهم ودبسوهم على كمبيلات وعلى عقود عشان بس بالسنة أسبوع أروح فندقة ومنتجع في مكان معين في أوروبا ما أدري إيش وإذا طوفت الأسبوع هذا راح عليك أو اترح لأسبوع اللي بعده والحسابة بتحسب الفلوس قاعدين يأخذونه منك شهريا ما أدري كم المبلغ كان خيالي هذا أنا حبيت أجرب الموقف في الكويت هنا والله يا جماعة حاطيلك الناس لبنانيين ما بيأطعن في الناس لكن الموجودين هناك لبنانيين يعني هم يعني ما شاء الله كلامهم لبق ويجتبونك والله يا أخوان كنت رايح ويا زوجتي كنت مار سوق المباركية فقلت خلنا مرهم نشوفهم نفس الشركة اللي في أمريكا سبحان الله طلع نفس الشركة في الأمريكا ومساكين في ناس والله موجودة توقعوا وتحسفوا لا يوم كهذا متندمين وإذا أنت واحد من المشاهدين اللي قاعدة تشوف المقضع هذا حصل لك هذا المقضع حصل لك هذه الشركة النصب يلي تكتبت أحد والله حصل للموقف وبأي سنة لذلك أخوان هذه شركات نصب وأيضا تسليم على المفتاح في شركات نصب لذلك نحن نحذر من تلك الشركات شوف شلون في أمريكا سنة 99 حاشني في الكويت 2009 أو 2007 يعني أشياء مقتبسة وأيضا شركات تسليم على المفتاح إلا ما رحمه ربي عشان ما يزعلون الشركات اللي تابعوني إلا ما رحمه ربي لذلك حتى لا يقع الفاس بالرأس لازم تأكد أنك لما بتوقع إذا كلش عندك ظرف طارق هذا يليت مو شركة على المفتاح مثلا أو شركة على المفتاح هذا خيار لك بس ما أنا أستبعد الشي هذا لما يكون عندك شخص ثقة أو عنده مقاولات يشرف على بيتك أو تحط لك مهندس الشراف على بيتك والله أفضل بكثير لما تدفع حق مهندس خبرة في التشطيبات تدفع لألفين ولا ثلاث تلاف أفضل منك تفقد عشر تلاف دينار ما تشوفها بالعين أرضيات في المستقبل تشققات في المساح السقما بطقة تقشر بعد سنتين أمور كثيرة يا أخوان لذلك أنا طولت في المقطع هذا وإذا تابوني أكمل سلسلة في نفس طريقة تلك المقاطع يليت تعملوا لي لايك وتسووا لي كومنت هذا باختصار وفي النهاية إذا عجبك المقطع أعمل لي إعجاب وإنشر المقطع حق غيرك حتى يستفيد فالآن الناس على وشك البناء ولك أجر وصدقة جارية عنك وعن جميع المسلمين إذا نشرت هذا المقطع عشان لك أجر أكيد مما لا شك به أو علم ينتفع به علم ينتفع به هذا علم ينتفع به حق الناس المساكين الغافلين يا غافلين لكم الله وفي مقطع جديد نلقاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا يا أخوان في نقطة لم أستدركها طبعا قليل إلا ما رحمه ربي وهو كالآتي أنت سلمت البيت الحين وتبيديش السيارات والأرضيات البلاط ترى البلاط أيضا تسليم على المفتاح بلاط الساحة اللي هو مقابل شارع الخدمة يبلط لك الأرضية أمام البيت كيف تريد البيت والقيتش والرمل والوسخ لا يحدث لازم أيضا تبليط الأرضيات منظم التسليم على المفتاح أيضا يعطيك هدية مثلا مظلات سيارات يضع لك مثلا مظلتين أقل شيء عشان لما تجي أنك أنت خلاص منتهي تماما ما عندك فلوس خلاص والبيت جاهز ولكن بلاط أرضيات ما في يصير فيه وصخ حق الأرضيات مشارع الخدمة وأيضا مظلات ما فيه الجوحار لذلك هذه المفتتين إذا الشركة عطتك تسليم على المفتاح مع تبليط شارع الخدمة وعدد مظلتين لسيارتين الشركة تلكها جميلة وممتازح والسلام عليكم شكرا